السلام عليكم صباح الخير نسمع كثير عن الماغنيت الماغنيت ريكوغنيشن او جيرني تو ماغنيت ريكوغنيشن اعتماد الماغنيت الماغنيت باللغة العربية ماغنطيس طبعاً لما نتكلم على قضية جذب التمريض وجعل مهنة التمريض مهنة جاذبة وزيادة أعداد التمريض بل تحسين تجربة المريض وتحسين تجربة التمريض فأي مؤسسة تسعى إلى ذلك فعليها بالماغنيت ولله الحمد نعتبر في المملكة العربية السعودية أكبر دولة في العالم فيها مستشفيات حاصلة على اعتماد الماغنيت بعد أمريكا في أمريكا 9.5% من مستشفياتها ماغنيت فقط حول 577 وتسعة خارج أمريكا خمسة منها في المملكة العربية السعودية ولله الحمد وهذه دلالة على قوة منظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وكذلك الأثر الكبير للرؤية والتحول حاليا عندنا في المملكة العربية السعودية مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ومستشفى الملك فيصل التخصص في جدة ومستشفى الملك فهد التخصص في الدمام تابع لزارة الصحة ومستشفى فقيه في جدة ومستشفى الموسى في الاحساء هذه الخمسة المستشفيات تعتبر من أيقونات المؤسسات الصحية اللي بدأت بالماغند في الملوكة العربية السعودية ونتطلع إن شاء الله السنة القادمة والسنة اللي بعدها نسمع عدد من المستشفيات من المدنة الطبية من المستشفيات الجامعية من القطاع الخاص وهذه دلالة على حقيقة قوة التحول اللي صاير في الرعاية الصحية وقوة تمريضنا في المملكة العربية السعودية لأن الماغند عبارة عن مؤسسات يتميز فيها التمريض بالقدرة على تحسين المخرجات وتكون المخرجات التمريضية في الرعاية اليومية تكون دائما بطريقة آمنة من ناحية اللي هي يسموها الامبرك الأوتكم أو المخرجات اللي بتكون في التدخلات التمريضية في الرعاية المرضى إن شاء الله بيخرجوا بدون مشاكل ناحية السقوط والقرح والالتهابات وكذا لأن التمريض يسعى بشكل قوي جدا بالإنجيجمنت العالي للتمريض والأبحاث والابتكار والتدريب المستمر والتخصصات والسرتيفيكيشنز وكذلك علوة الكواليفيكيشن حقتهم بتعطيهم ميزة قوية في المخرجات وأيضا تتميز مستشفيات الماقنت أن القيادات اللي فيها بيكونوا ترانسفورميشن الماينسيت عندهم المهارات الخاصة بالقيادات بالقياد الانتقالي وهذه اللي دائما القائد الانتقالي يركز على الرؤية والرسالة ويركز على التطوير المستمر ويركز دائما على بناء البيئة الإيجابية اللي تساعد في النمو والاستقرار والتطور في المؤسسات وأيضا يتميزوا في هذه المستشفيات أن التمريض يعملوا كل أعمالهم ويركزوا على المخرجات حقتهم هذه اللي يسموها Professional Practice Outcome فينظروا إلى المخرج من العمل أكثر من أنه أداء العمل اليوم حنا كم مثلا كم مريض أخذ عمل عمليات بس كم مريض مثلا خرج بدون مضاعفات فالناتج عن التدخل التمريضي أو الناتج عن الأعمال التمريضية اللي يقوموا فيها وأيضا المستشفيات اللي متميزة بالماغريت دائما التمريض فيها قوي من ناحية التعامل الفاعل مع الموارد لذلك دائما حتى الملاء المالية الكفاءة المالية بتكون متبيزة عن المستشفيات الغير معتمدة بالماغريت لأن التمريض هم من أكبر الورك فورس وأيضا استقرارهم وتخفيف نسبة الدوران وزيادة الجذب هذا بتعمل حقيقة أثر كبير وأثر إيجابي مالي يلمس طبعا يتميز التمريض في المستشفيات الماغريت أنهم أقويا من ناحية الابتكار والإبداع والإبداع ومن ناحية الأبحاث والعمل المبني على الأبحاث وعلى الأمور اللي هي الأبحاث التجريبية لذلك دائما يكون عندهم abundance في الأبحاث ويكون عندهم القدرة على المشاركة في المؤتمرات العالمية ويكون عندهم كذلك التخصصية في الأعمال تجهد السيرتيفيكيشن حق التخصصات دائما الانكولوجي، الميديكال سيرجيك، الأمبلوتري يكون عندهم شهادات تخصصية بتميزهم وأيضا عندهم استمرارية في التعلم والتطور في العمل هذا بشكل عام عن الماغنيت وقوة الماغنيت وليش الماغنيت جدا متميز وليش لازم نفخر إحنا كتمريض في المملكة العربية السعودية بتميزنا لأنه أكبر أكبر دولة بعد أمريكا فيها مستشفيات حاصلة عن ماغنيت هي المملكة العربية السعودية وتمريضنا تمريض متميز والحمد لله الرؤية القوية بالنسبة لتطوير الرعاية الصحية ضمن رؤية 2030 تقول أنه نجعل مهنة التمريض مهنة جاذبة وأيضا أن التمريض إن شاء الله يزيدون عددا بإذن الله باي 2030 إلى 3 أضعاف أعدادهم قبل فدمتم بخير مورباور أورنرسي مورباور أورنرسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر